وعنبتدي بأول سؤال من أسئلتنا وسؤال جاوبنا عليه كتير إن السنة دي في رمضان لكن السؤال بيقول أنا حامل والدكتور قال لي مش هسوم في رمضان أعمل إيه؟ يعني مش هتسومي في رمضان ده عشان حامل يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى حضرتك هتنتظر الغاية إن شاء الله تضعي بالخير وبالسلامات وبالرحمة وباللطف وبعد كده حتى لو إنك انت هتردعي والسنة الجاي مش هتقدري تسومي عشان نردع لو قال لك كده الدكتور تسومي بعد كده ومعلكيش فدية ولا كفار يبقى أنت عليك إن انت تقضي الأيام اللي انت أفترتها في رمضان حتى لو كانت الأيام دي كل رمضان فعليك إن انت تقضي الأيام دي فقط